اعتقال المتورطين تطورات جديدة في قضية الشابة كنزة التي أدمت قصتها قلوب المغاربة قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن سليمان زوال أمس الأربعة متابعة مشغلة الخدامة كنزة ضحية العمل داخل البيوت وزوجها في حالة اعتقال وأمر وكيل الملك بالمحكمة عينها بإداعهم السجن المحلي وبعد اطلاع المحكمة على التقرير الطبي الخاص بالضحية قررت توجيه تهمة ارتكاب أفعال عنف أفضت إلى جروح خطيرة للمتهمين وذلك تبقى للفصلين 400 و 401 من القانون الجنائي المغربي وفي تفاصيل الواقعة فقد تعرضت الشابة كنزة التي تبلغ من العمر 27 عاما والمنحدرة من جماعة سيدي حجاج بستات للعنف الجسدي المتكرر من طرف مشغلتها وزوجها قبل أن تتمكن من الهروب مستغلة لحظة خروجها من الشقة التي تعمل فيها والمتواجدة بإحدى الإقامات السكنية بجماعات المنصورية بإقليم بن سليمان لرمي القمامة وحسب رواية الضحية لمحقق الدراك الملكي أثناء مرحاة البحث التمهيدي قالت أنها تعرضت لاحتجاز وتعديب وتوجويع لمدة تزيد عن تسعة أشهر من طرف مشغلتها وزوجها بشقة مذكورة قبل أن تتمكن من الفرار في حالة يرثى لها على متن سيارة أجرة إلى مدينة المحمدية ترجمة نانسي قنقر